السمنة ده نمبر وين وبترعب بشكل عام لأنها معروفة عنها أنها بتضعف المناعة بالضبط كده فأي حد بيجي ياخد كورتيزون بيقلق قوي بسبب موضوع ده أنه عن كونترول ده كده يحس أنه يزيد في الوزن يعني أي حاجة هيكلها هتزوده طب مبدئين النقطتين ده الحقيقيين هل سعلا؟ بالضبط كده الكورتيزون أصلاً اللي بناخده ده يعني أطفال بناخده لعلاج بقى حاجة التهبات في الجسم أو لتصبيت المناعة أو 베تير ينزل المناعة أكتر أو كده ده مختلف طبعاً عن الكورتيزون اللي هو الهرمون اللي لا يفرز طبيعي في الجسم بتاعنا علشان فيناس بدخلت بين الاتنين وتسميه كورتيزون الهرمون اللي بيتفرز ده ده هرمون اسمه كورتيزون وده بيتفرز علشان يضبط حاجات كثيرة منها السكر والضغط وبيضبط التمثيل الغذائي في الجسم بتاعنا بيضبط المناعة بتاعتنا وبيدعم المناع ده هرمون في الجسم عشان بس فيه الناس بتخلط بين الاتنين كيه بقى الكورتيزون الدواء اللي احنا بناخده ده بقى سواء لعلاج التهاب معين او لمشكلة مرادية معينة بقى وطفر هي ايه ده بيبيتاخد بجرعات مختلفة وده بيبقى نسبته اعلى من الهرمون اللي موجود في الجسم بتاعنا قبل ما نتكلم عن الكلام الغويت العظيم ده تعالي نتكلم عن الشيء الجميل اللي جانبي ده السريز او الكريز او التشيريز يعني اين الازيذة دي؟ اه من الاكلام السوبر فود من اللي هو الاحلى يعني حاجة من الفواكه او الاكل اللي ناكله للمناعة بتاعتنا كمان انا بموت فيهم يعني ده من احلى الحاجات للمناعة حلو المناعة two принять بالضبط كده كل انواع البرز يعني بالضبط كده او وكده دول من احسن الحاجات اللي هي بتطلق عليها السوبر فود أو اللي هي الفود اللي هي حلوة جداً للإميونيتي بتاعتنا تبوص الإميونيتي ترفعها أكتر ما بحكي لي عنه بقى إحنا طبعاً إيه حافظين مش فاهمين؟ بنختار الغمق يوليك الغمق مسكر أكتر ما هو بيقى مسكر صبعاً كل ما زادت ليه بقى فيه بيتا كاروتين أعلى ودي مادة فيها أنتي أكسد موجودة في الغذر؟ موجودة في الغذر وموجودة في ده أي حاجة فيها لسبغة بتبقى فيه نوع بيتا كاروتين الكالوريز اللي موجودة فيه صعرات مش كبيرة قوي يعني الميت جرام اللي هي قد نص كباية مثلاً فعمني قد نص كباية من دي من اللي قدامنا دي هتبقى في حدود سبعين صورة حرارية فعمني سبعين صورة حرارية ده قد ده سمرة فاكهة زي الفاكهة الواحدة أوكي؟ هو حلو جداً بقى في حاجات كثير جداً كأنتي أكسد مواد مودود الأكسد زي ما قلنا ده وبيتا كاروتين اللي موجودين فيه بيقوّل مناعهم كمان بيقللوا الالتهابات في الجسم وتبقى بقى إيه نوع الالتهاب الموجود تمام؟ حلو جداً بقى لأي وحدة أو أي بنت أو أي حاجة فمأي فتاة علشان حاجات كثيرة جداً يعني نحط الكلمات على جنب كده ونركز مع الكريز الفترة دي أنا مركزة مع الطبق نحط الكلمات اللي عمين ونحطها على وشنا كل شوية نركز مع الكريز يعني في فوائد كثيرة جداً للبشرة بتاعتنا علشان الانتي أكسنانت مواد مضادة للأكسادة ده فهو بيقلل التجاعيد ظهور التجاعيد اللي وإحنا استخدرناه بشكل يومي عماني كمان حلو جداً إنه هو للشعر بتاعنا تمام؟ وحلو إنه هو يخلي البشرة جلوي كده بتلمع عماني؟ فكمان هو من الحاجات الحلوة جداً اللي إحنا ناخدها داخل نظام الغذائي بتاعنا لو عندنا مشاكل في القلب تمام؟ بيقلل الكولستيرول يعني فيه درسات تقول إنه بيقلل الكولستيرول الدار وحلو كمان لمرض السكر عادي ما فيش منه مشكلة بس طبعاً الكمية هي دي أهم حاجة زي ما اتفقنا إن أهم حاجة الكمية بتاعيتنا وإحنا بناكل ما بنعدش بقى الرقم فهي لازم نخلي بالنا إنها لو نص يعني كوباية قد 100 ملي كوباية صغيرة دي هتبقى في حدود 70 صور حراري يعني هو يتاقن أكتر ولا العنب؟ لا هو مش حكاية العنب والمؤشر الجليسيني بتاع العنب أعلى منه فعماني بيرفع مستوى السكر تريع أكتر من الكريز بس الفكرة الكنترول بقى في الكمية نفسها لا يعني قصدي لو نفس الكمية بتاعت العنب نفس كمية الكريز مين يتاقن أكتر؟ مش هيتاقن لا مش هيتاقن والتنين زي بعض عادي والتنين زي بعض؟ أي ولو الكمية اللي عنده سكر يأكل عنب ولا يأكل كريز يأكل كريز أكتر أفضل من العنب بالضبط كده عشان المؤشر الجليسيني بتاع العنب أعلى بس برضو هقولك على حاجة احنا لو خدنا كريز أو خدنا العنب وبكمية قليلة مش هيأثر معينا في السكر قوي دايما الكنترول بيبقى جاي من الكمية يعني لو خدتي مثلا كريز وخدتي نوء كوبية اللي قلنا عليها الميت مليون هترفع حاجة أو العنب خدتي برضو ميت مليون مين تقولي له متاكلتش كريز؟ بلتي هي مش مين اللي عنده حساسية يعني لو في حد بيعاني من الحساسية دي حاجة تمام أو لو ان احنا بقى مثلا بنعاني مثلا من إسهال علشان هو من الحاجات الحلوة اللي هي الحلوة للجهاز الهضمي يعني بتحسن لو الواحد عنده امساك ياخده فإحنا لو ما عندنا مشاكل مثلا إحنا إسهال أو فيه مشكلة أو كده ما يفضلش فيه نسبة أليا فعالية علشان هو بيسهل المعدة أكتر فهو كميل وكل حاجة بس دايما قلنا أهم حاجة الكمية اللي احنا بناخدها ما تزيدش عن اللي احنا قلنا عليها طيب دلوقتي هل في ناس لو خدت كورتزون تدخن عن ناس تانية؟ بالضبط كده اللي بيحدد بالضبط إن احنا هنزيد في الوزن وإحنا بناخد كورتزون حاجتين الحاجة الأولانية أنا باخد كمية قدقيه جرعة الجرعة بتاعتي قدقيه بتاعت الكورتزون تاني حاجة باخد ده مدته قدقيه علشان بس نبقى متفقين طيب تقدر تقول لنا من أول جرعة كذا باتخذ؟ بالضبط في دراسات بتقول إن ستارتينج من لو الشخص بياخد من 7.5 ميلي جرام الجرعة بتاعته دي لمدة لا تقل عن شهرين لا 60 يوم دهو المعرضين أخطر لزيادة الوزن عن الأشخاص اللي بياخدوا جرعات قليلة وما بتحسبش يعني أنا مثلا نسي لو أنا هياخد مثلا كورتزون اللي هو كام يوم هل أنا ده كده هديت روح؟ مش ده أتحجج بي مش هاو أنا عايزة تقول دي مش حجة أيها وزفتي كده